انا عايز بس اقول خبر خبر عاجل مصدر فيه النادي الاهلي اكيد لنا منذ لحظات انه هما انهوا الاتفاق بشكل نهائي مع محمد ضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي التونسي في صفقة هتكون مدة العقد فيها عقد اللاعب مع النادي الاهلي اربع مواسم والنجم الساحلي وضع بند فيه التعاقد بنسبة مقاوية نسبة اعادة بيع من النادي الاهلي بعد التعاقد مرسل كورا رحب جدا بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة فيديوهات له خلال الايام الماضية وهيتم الاعلان عن الصفقة رسميا بعد الانتهاء تماما تماما من الرطوش المالية عشان يعلي الاهلي عنها بشكل رسمي ولكن حسب مصادرنا في النادي الاهلي ان الاتفاق تم بين الاهلي والنجم الساحلي للتعاقد مع محمد كريستو لاعب النجم الساحلي مواجم النجم الساحلي يمكن احنا النهاردة يا كريم كنا يعني هنتكلم عن محمد كريستو تفصيله انه لاعب قريب جدا من النادي الاهلي يمكن كان عندنا معلومة انه هو خلاص بشبه انها كل شيء العيب نفسه انها كل شيء مع النادي الاهلي لكن كان نتبقى الاتفاق المالي ما بين ادارة النادي الاهلي ونظام الاقصاط وخصم المبلغ المتبقي من مستحقات النادي الاهلي ده النجم الساحلي من عقوبة كليبالي فهنتكلم تفصيليا اكيد على محمد الضوي بعد ما نتكلم على نجمنا المحترفين في الكريم انا بس عشان قلت اقولي الخبر انا عايفة انت كنت محضر حاجة ليه بس قلت ايه نلحق نقولي الخبر بسرعة بما ان الخبر عاجل طبعا